الميدان إلى أي حد اليوم بيقدر يحصم ويعطينا جواب إذا إحنا اقتربنا من نهاية الحرب أو لا أكثر سؤال اليوم بينطرح عند اللبنانية إن كانوا أمنين ببيوتهم أو عند النازحين المتوجدين بكل مناطق لبنان أمتى بدأ تخلص الحرب وهل رح تخلص قريبا وبأي كلفة وكيف منرجع على بيوتنا وبيرجع بلدنا يعيش بحياة طبيعية ويرجع اقتصادنا يزدهر أنا سابينة عويس رح حاول بهالبودكاست إنه لقي بعض الأجوبة اللي يمكن ما تقنع الكتار منكن ولكن هي مع الأسف الواقع اللي نحن عم منعيشه اليوم اليوم إذا ما نتطلع بطريقة عملية كيفينا نجاوب على هيدا السؤال إنه هل اقتربنا من نهاية الحرب في عنصرين أساسيين لازم يكون واحد منهم عنده الجواب على هالسؤال هو أو الموضوع الميداني يعني هل يترك للميدان أن يحصم النهاية ويقرر متى تنتهي الحرب أو بالسياسة لنشوف الجهود الدبلوماسية إذا بتقدر توصل إلى محل خلينا بالأول نبلش أنا وياكم نشوف الميدان إلى أي حد اليوم بيقدر يحصم ويعطينا جواب إذا نحن اقتربنا من نهاية الحرب أو لا اليوم صار قاطع على بداية الحرب المدمرة المستهدفة مباشرة للبنان أكتر شوي من شهر علما أنه هي مبلشة قبل بسنة بحرب الإسناد اللي خاضها حزب الله إسناداً لجبهة غزة ضد إسرائيل بهالشهر وشوي إذا منلاحظ منشوف أنه حجم الخسائر إن كان بالأرواح إن كان على المستوى الشهداء وإن كان على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي الأرقام مخيفة ومقلقة وما بتخلي عنا أي إمكانية أننا نفكر أنه نحن معقول بشهر هل قد لبنان يخسر؟ الميدان اليوم يعتبر الكلمة الأساسية لأله مثل ما بيقولولنا قيادة حزب الله يعني الشيخ نعيم آسم آخر مرة قالنا الكلمة للميدان طيب ماذا يقول الميدان؟ وهل الميدان اليوم قادر يحصم؟ إذا اتطلعنا بتوازن القوى منشوف أنه فيه تفوق عسكري إسرائيلي غير طبيعي وفيه تفوق تكنولوجيا يستعمل لأول مرة بلبنان وكأننا نحن فيران وحقل اختبار لأسلحة جديدة فتاكة لتكنولوجيا جديدة تستعمل مع الأسف نحن عم منكون الهدف لإله ومع الأسف الأكبر أنه عم تنجح بتحقيق أهدافة يعني صناعتها كانت مع الأسف ممتازة بالمقابل منشوف أنه القدرة العسكرية لحزب الله واللي كانت قائمة على مدى كل فترة اللي كنا عم نحكي فيها بتوازن الرعب بين لبنان وإسرائيل مئة ألف مقاتل مئة ألف صاروخ ممكن يوصلوا لحيفا عم نشوف يمكن شيء منه عم بيصير ولكن مع التدمير المنهجي اللي عم بتعرض لإله بيئة حزب الله إن كان عسكريا إن كان اقتصاديا إن كان على مستوى القيادة بخلينا نشعر أنه بلش هالميزان يتخلخل يمكن لذلك اليوم إذا ما نتطلع بأنه حزب الله بده يحصم لمصلحته أو إسرائيل بيتحصم لمصلحته منعرف أنه نحن قدام حرب استنزاف طويلة جدا لأنه ولا فريق رح يقدر يحصم الحرب لمصلحته بشكل نهائي رغم كل الخسائر الكبيرة اللي عم بيتكبدها لبنان ولسيما على مستوى الاقتصادة بقطع النظر عن حجم الأضرار والخسائر البشرية ومع الأسف المأسف آخرة كان بداية استهداف الصحفيين اللي ما شغلتهم إلا ينقلوا الصورة والكلمة عن حقيقة الوضع اللي نحنا فيه يعني هل نحنا اليوم قدام اسكات حتى صوت الصحافة؟ سؤال ما بعرف إذا حدا عنده إله جواب هيدا على مستوى الميدان بيعني لنا الميدان بكل مؤشراته إنه إذا بدأتكمل هيك نحنا راحين على حرب استنزاف طويلة وطويلة جدا إذا جينا على الجانب السياسة ونشوف بالسياسة شو عم بيصير بنشوف إنه فيه جهود ديبلوماسية وسياسية تبذل داخليا وخارجيا ضغوط تمارس من أجل وصول لوقف لأطلاء النار وعنوان هالموضوع هو إما المقترح الفرنسي الأمريكي اللي توقع عبل شهر بنيويورك وتبنته مجموعة من الدول أو عم نحكي بالـ 1701 اللي هو القرار الدولة الصادر عن مجلس الأمن بآخر فترة لما شفنا الوسيط الأمريكي رجع على لبنان آموس هوكستين حكى كثير إنه الـ 1701 ليتنفذ صار اسمه 1701 بلاس وليه شفنا هيك لأنه شفنا استهدافين عم بيصيروا كتير قوية بالجنوب استهداف للجيش اللي بلش كمان يدفع شهداء وإخرون كمان تلات شهداء مبارحة وعم نشوف استهداف لقوات التوارئ الدولية العاملة بالجنوب اليونيفل مما يعني إنه على المستوى الميداني إسرائيل قررت تطبق الـ 1701 بالنار يعني بتطبقه على طريقته شو هو الجديد بالـ 1701 بلاس بالـ 1701 بالقرار اللي صدر عن مجلس الأمن بعام 2006 على أثر عدوان تموز كان أول بنت فيه هو وقف الأعمال العدائية ما كان فيه بنت بيقول وقف النار اليوم الشغل اللي عم بينعمل عم بيروح بالتجاه إنه نوصل لوقف لإطلاق النار وليس فقط وقف الأعمال العدائية لأنه القرار فيه أول وقف أعمال العدائية ولكن يكتل فيه خروقات عم بتصير إن كان بالبحر أو بالجو أو بالبر لإسرائيل فهيدي النقطة الأساسية اللافت بالموضوع اليوم أنه من بعد هالشهر التدميري اللي تعرض له لبنان على يد الآلة العسكرية الإسرائيلية منشوف لأول مرة إنه حزب الله وافق على قرار وقف النار من دون أي شروط باستثناء تنفيذ الألف وسبعمية وواحد يعني صار فيه أساس لهيدا الموضوع إذا منتطلع منشوف مؤتمر دعم لبنان اللي صار ببريز وحصد صحيح يمكن منقول إنه مليار دولار مش كتار وإنه المساعدات المالية يمكن مش كافية ولكن هي تعطينا مؤشر إنه ربما ما في حل سياسي أو دعم سياسي كبير للبنان لأنه هذا الدعم السياسي أيضا مشروط بتوقف الأعمال الحربية لحزب الله ومنعرف إنه الغرب متمسك بهذا المطلب ولكن منشوف إنه يمكن لبنان لم يعد متروكا مثل ما كنا عم نشعر بفترة العزل اللي تعرض له على مدى مرحلة الإسناد لغزة إذن اليوم في بعض التعاطف الدولة يمكن على لبنان إنه يستغله عمليا كيف فينا نستفيد من هالمعطى وسمعنا رئيس المجلس نبيه بري عم بيكون يمكن ما بدي قول متفائل ولكن غير متشائم تجاه تنفيذ الألف وسبعمية وواحد في بعض المؤشرات اللي بلشت تتبين سمعنا رئيس الأركان الإسرائيلي عم بيقول إنه نحنا بلشنا نوصل لتحقيق بنك الأهداف اللي عنا على مستوى قيادة حزب الله يعني يمكن فينا نفهم فيه إنه ممكن يكون فيه نوع من بداية الوصول لوقف للنار وبالمقابل راجع آموس هوكستين الأسبوع الجاية حامل معه الرد الإسرائيلي على المقترح اللبناني هل إلنا حق نتأمل نحنا هلأ اليوم بموضع المتلقي الحكومة التزمت لألف وسبعمية وواحد وباقي على إسرائيل إنه تقول كلمتها ولكن اليوم بظل الجو اللي نحنا فيه وعلى مسافة أسبوعين من الانتخابات الأمريكية أنا بيعتقد إنه وقف النار رح يكون بعده شوي طويل وبنك الأهداف لإسرائيل لم ينتهي ومع الأسف يبدو إنه الاستنزاف سيكون عنوان المرحلة المقبلة فهل بيقدر يصمد لبنان؟ سؤال كبير ما بعرف إذا حدا عنده إله جواب